هاجمت الفنانة المغربية لبنى أبي دار مواطنتها الفنانة دوني باطمة بسبب صريحاتها الأخيرة على خلفية قضيتها مع زوجها البحريني محمد التورك وخرجت الفنانة لبنى أبي دار بمقطع فيديو نشرته عبر صفحاتها بمواقع تيك توك وانستغرام تتهم فيه الفنانة دوني باطمة بخيانة العشرة والشوهة وقلة الأصل وساندة محمد التورك وقالت لبنى أبي دار كما تدين تدين مشيرة أن دوني باطمة لا تمتل مرأة المغربية ولا تعتبر قدوة كما قالت في صريحها الأخير وكانت الفنانة دوني باطمة قد قالت في صريحها الأخير أنا اليوم بغيت نوصل صرخة ديالي وديال نساء المغرب كاملين يمكن تكون منهم بنتك اختك هادو هما المغربيات اللي ما كيبغيوش يبقوا في المدلة ما كيبغيوش كرمتهم تان ووثق محمد التورك للحظة تشطيب وشم يحمل اسم زوجته دوني باطمة من على دراعه مع وضعه وشم جديدا لتاريخ بداية وانتهاء علاقتهما 2013 و2022 بالإضافة إلى وشم جديد يحمل اسم أولادي الخمس وقامت تورك بعدها بنشر رسالة شكر لزوجته قائلا شكرا على أجمل وردتين في بستان حياتي شكرا لأنك رسمت الابتسامة في يوم من الأيام شكرا على العشرة ووقوفك معي في أصعب مراحل حياتي شكرا للحظات الجميلة ستبقى أم بناتي ويبقى الاحترام إلا الكرامة شكرا للمشاهدة